اهلا بحضراتكم في هذا الخبر العاجل قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر والحدود بقطاع غزة ان معبر رفح لم يتم اقتحامه كما تدولته بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مشيرا في تصريحات له مساء الجمعة الى ان عدد من النازحين الفلسطينيين من الجانب الفلسطيني كانوا قد اشعلوا عدد من اطارات السيارات واعتدوا على شاحنات نحمي المساعدات الغذائية كانت في طريقها للقطاع واضف المصدر ان تلك الاحداث وقعت شرقي رفح جنوب قطاع غزة لفتن الى ان بعض النازحين فتحوا بوابة المعبر واعتدوا على شاحنات المساعدات وهو ما استدعى ارسال دوريات تباعة للشرطة الفلسطينية لتأمين دخول المساعدات وضبط الوضع الميداني ويتوصل فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة امام حركة العبور بين الجانبين المصري والفلسطيني وشهد المعبر خلال الساعات الماضية ادخال 163 شاحنة محملة ب4500 طن من الاغذية والادوية والمستلزمات الطبية واربع شاحنات تحمل اكثر من 160 الف لتر من الوقود وشاحنتين تحملان 80 طن من غز الطهي الخاص بالمنازل وافادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار استقبل عدد خمس طائرات مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة مقدمة من دول عمان والامارات وباكستان وبلجيكا وتركيا وحملات 185 طن من المواد الغذائية والخيام والمواد الطبية والاغذية والمكملات الغذائية واشار المصدر الى تفريغ شحنات الطائرات ونقلها بشحنات الى المخازن اللوغستية في مدينة العريش تمهيدا لادخالها الى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الاحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكلة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا وبلغ اجمال عدد الطائرات التي وصلت الى مطر العريش منذ الثاني عشر من اكتبار الماضي خمسمائة وخمسة وثمانين طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والاجنبية والمنظمات الاقليمية والدولية من بينها خمسمائة وخمسة وسبعين طائرة حملت اكثر من خمسة عشر الفة من المساعدات المتنوعة ومواد الاغذة وذلك الى قطاع غزة مقدمة من خمسين دولة عربية واجنبية ومنظمة اقليمية ودولي وذلك بجانب مائة وعشر طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرح الفلسطينيين في مستشفيات شمال سينا وعلى صعيد التطورات في غزة كشفت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيروان أكثر من سبعين في الماء من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة دمرت أو تعرضت لأضرار ذلغة وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي وبثت الوكالة في منشور لها على موقع تواصل الاجتماعي إكس نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية يوم الجمعة لقطات تظهر تدمير للبنية التحتية المدنية في القطاع بما في ذلك أحد مراكزها الصحية ووضحت الوكالة أن نحو 392 مدرسة في غزة تعرضت لأضرار متفاوتة بينهم 141 مدرسة تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت علما بأن 92% من المباني المدرسية في غزة تستخدم كملاجئ للفلسطينيين النازحين كما لفتت إلى أن 84% من المرافق الصحية في غزة تأثرت بالهجمات الإسرائيلية وأكد أنتونيو جوتريتش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن الوضع في غزة يمثل مأزقا وصلت إليه العلاقات الدولية مشيرا إلى أن العاملين بالمجال الإنساني بغزة يتعرضون لإطلاق نار مباشر طالب جوتريتش بهدنة إنسانية وإطلاق صراح المحتجزين لغزة بشكل فوري مضيفا أن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيكون مدمرا لمليون ونصف مليون فلسطيني ونعمل لخلق نظام عالمي أكثر شمولا وفق القانون الدولي وتابع يجب العمل على حل الدولتين واتخاذ خطوات للوصول لهذا الهدف وفق القرارات الأممية ولا مبرر للعقوبات الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مستمرين في توطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم